لإخوة والأخوات متبعي وزوار القناة السلام عليكم ورحمة الله تحية مفعامة بالمحبة والإخاء ولكم جزيل الشكر والتقدير على التشجيع المستمر للقناة والتعليقات اللي كتحفزنا أكثر هذين تكلموا بهذه الكابسولة على مدرسة ابن يوسف أو مدرسة التروج كيف يسميها المركشي لما تواجدها في قاطب النايد في بين الفنادق أولى طريق فنادق أهل فاس تأسست هذه المدرسة سنوات قبل الاستقلال وكلموا دير ديالها في هذه الفترة الفرنسي السيد كوراد ومن لأساتي الأجانب اللي كانوا فيها أنا داك موسيو دلوبار ومدام دلوبار ومرة من لأساتي ذا الأجل لا جزاهم الله خير جزاء على ما قدموا من تنوير الأبناء الشعب المغربي كان من ضمن هالناس الأستاذ البنيو والأستاذ الشولي الأستاذ الزرق والسي زريرة والسي زنجاري والسي عبد العزيز بورزيق والسي حمد حود والسي محمد قطيط والأساتي ذا كذلك الأخوين الصيق وأخوه بريك الغرس والسي عباس ثقة والأستاذ مولي الطيب المريني والأستاذ باللمداني والأستاذ مولي أحمد المغربي ومعهم عبد الرافع البصري ومولي مبارك العدلوني والأستاذ نوف البرحال والأستاذ الهزميري والأستاذ فاطم الزهر العلوي والأستاذ لطيفة قعدود والأستاذ صنهاجي السي الباشير السي الحاتيمي السي زريرة السي بن نونة السيميلود الأستاذ بالقزيز الأستاذ بالرادة السي إبراهيم السي عبد الامريك ومعذرة إلى ما ما ذكرتش لكل بارك الله فعمر الأحياء منهم والرحمة والمغفرة لأموت جازاوا من الله خير الجزاء على مأسده من خدمات جليلة أحبائي حتى انطلقوا في كبسولة قدمة بحول الله مع قوته أرقى وأبهى التحيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر